اهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع فيه تغطية جديدة واللي هنشرح فيها خطة وزارة التربية والتعليم عن شكل الترمي التاني الدراسي وعن مدى صحة الاخبار اللي انتشرت على السوشيال ميديا او على صفحات التواصل الاجتماعي بتعطيل الدراسة في رمضان بزعم وجود موجة تلتة لكورونا في شهر ابريل ومايو اللي جايين طيب خليني اقول لحضراتكم ان اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان الدراسة بالفصل الدراسي التاني هتنطلق يوم السبت 13 مارس الجاري وسط اجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من كورونا مشيرة الى ان الوزارة بدأت من يوم 7 مارس الجاري في شرح مناهج الفصل التاني من خلال توفير دروس على القنوات التعليمية والمنصات وعلى الطلاب انهم يتابعوا جدول شرح المواد الدراسية الاساسية على القنوات دي خلييني اقول لحضراتكم ان شددت وزارة التربية والتعليم على ان المدارس ملزمة بطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا واكدت ان الحضور في الفصل الدراسي التاني اختياري للطلاب وان او انه لن يطبق الغياب على الطلاب مع ضرورة ان ولي الامر يقدم اقرار رسمي لمدرسة الاقرار الرسمي ده يأكد فيه اختيار التعليم عن بعد في استكمال المناهج لفصل الدراسي التاني وضحت وزارة التربية والتعليم ان خطة حضور الطلاب بالترم التاني بالنسبة للصفوف من كي جي وان وحتى تلتة ابتدائي الحضور في مدارس الفترة الوحدة هيكون اربع ايام في الاسبوع بالنسبة لمدارس الفترتين هيكون الحضور تلتة ايام في الاسبوع والمدارس بتحدد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى كل مدرسة الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي الحضور في مدارس الفترة الوحدة هيكون يومين اسبوعيا وبالنسبة لمدارس الفترتين هيكون تلتة ايام في الاسبوع والمدارس بتحدد الجدول النهائي لحضور الطالب أشرت الوزارة إلى أنه بالنسبة لصفوف من أولى لتلتة أعدادي الحضور يومين أسبوعيا ويتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة والصفوف من أولى لتلتة ثانوي الحضور هيكون يومين أسبوعيا وكمان كشفت الوزارة عن وسائل ومصادر التعلم اللي تم توفير المحتوى عليها أونداين مؤكدة أنه بالنسبة للصفوف من ربع ابتدائي ولحد تلتة أعدادي تم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة على عدة وسائل تعليمية طبعا لمساعدة الطلاب منها منصة البث المباشر للحصص الافتراضية والمنصة الإلكترونية ومنصة المولو ومنصة الكتب الإلكترونية وبرنامج اسأل المعلم ومكتبة الدروس الإلكترونية خلني أقول لحضراتكم أن تبعت الوزارة بالنسبة للصف من الأول حتى الثالث الثانوي تم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت ومنصة التعلم على بنك المعرفة المصري وكمان القنوات التلفزيونية التعليمية ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية ولمكتبة الإلكترونية ومنصة إدمودو ومكتبة الدروس الإلكترونية وبرنامج اسأل المعلم والكتب التفاعلية الإلكترونية طيب كمان شددت الوزارة على أنه هيتم تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس وده لمحاربة الدروس الخصوصية واللي طبعا على رأسها تنوع مصادر التعلم وأنه بيتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة كمان هيتم تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث العدادي وتلت ثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية مع تجهيز قاعات أو قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة مع الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خليني أقول لحضراتكم أنه طبعا لفتت الوزارة أن مجموعات التقوية اختيارية طبعا تكون في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات أو متطلبات العملية التعليمية وجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات لمدارس بضرورة الحفاظ على طبعا نظافة الفصول باستمرار وكمان تعقيمها وتحقيق تباعد بين الطلاب وتنظيم دخول وخروج الطلاب من المدرسة وعدم تجمع الطلاب في الفصول بدون معلم أو حتى في فناء المدرسة مع تعقيم الحمامات وكمان تطيرها إضافة لده توزيع الطلاب على فصحتين أثناء اليوم الدراسي مع ضرورة التزام هيئة أعضاء التدريس والطلاب بارتداء الكمامات بشكل مستمر والتنبيه على أولياء الأمور كمان بتوعية أبنائهم بضرورة طبيق الإجراءات الاحترازية أثناء التوجه للمدرسة وأثناء التواجد خلال اليوم الدراسي حتى مغادرة المدرسة خليني أختم مع حضراتكم بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قالت أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الطلاب لبعد شهر رمضان كمان شددت على أن كل اللي بيتم تدوله على صفحات السوشيال ميديا لا أساس له من صحة وبكذا نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية التغطية شكرا لكم متابعينا وانتظرونا في متابعات إخبارية جديدة على مدار الساعة فقط من تلفزيون اليوم السابع شكرا لكم وإلى اللقاء